سحر المعطل ينقلب على ثلثه ويصيب البرلمانة بالشلل الثلاثي تقسيمة الأثلاث التي فرضتها المحكمة الاتحادية لعقد جلسة انتخاب الرئيس تستقطب عملاقي مشروع الأغلبية بعد أن قرر ثالثهما أن يقف خارج الأسوار التشريعية تبدلت الأدوار فأصبحت قوى الإطار إلى جانب الحكومة فيما يراوح الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة قرب الخط الضامن وتحت جناحهما مئة نائب أو يزيد إذا ما بقي المتعاطفون مع الأغلبية على موقفهم وهم قلة في العدد وقوة في التأثير كامتداد والجيل الجديد انتزع الإطار مكاسب خاوية ليس في قائمتها سوى أنه المعني الآن بمسك العصى ليرسم الملامح الوزارية لحكومة تبتعد عنه كل ما اقترب منها ولم يبق له من أوراق عد ورقة الخطة المستعجلة لترميم علاقات أفسدها بوابل من الاتهامات والهجمات الشرسة فبزغت أول بوادرها على لسان قادته بمغازلة لبقة لأترابهم في الديمقراطي والسيادة نائ الكتلة الصدرية بنفسها عن معمعة التوافقية بطريقة هذه خلخل جدار الإصلاح الذي بدأ التورسيه في حلف الإنقاذ عبر إحكامها على قبضة التشريع القانوني والعودة لاستكمال بناء الجدار متاح من باب غفل عن إغلاقه الدستور والقوانين المتعلقة بتنظيم مجلس النواب أو الخدمة العامة إذ أن التراجع عن الاستقالة خاضع في الحالة العراقية لحيلة إدارية مفتاحها في أدراج مكتب رئيس البرلمان